فارس سعيد فارس سعيد ابننا اللي موجود في المحلة اللي عنده مشكلة في تساقط الشعر الاخر وكنا برحب نكلم دكتور شعراوي مدير مستشفيات طب المنصور وقال لنا ينورونا في اي وقت من بكرة احنا موجودين تحت امرهم وحتى انا قلت ايه يعني اتائل فقلت حتى لدكتور شعراوي قلت له يا ريت كمان يعني والده حج سعيد تبصه عليه كده ونشوف ايه ووضع جهازه التنفسي لان انا اللي فهمته من المكلمة ان الرجل كان يعاني ايضا من ضيق تنفس او ازمات ربوية او اما وما الى ذلك وبالفعل الحقيقة كانت الاستجابة شديدة السرعة مش بس بمكلمتنا برح مع دكتور شعراوي لكن هو بالفعل العائلة الكريمة ذهبت على المستشفى اهو ادي الصورة هي وبدأوا في اجراء الفحوصات ومن ثم باذن الله تلقي العلاج في مستشفيات جامعة المنصورة وعلى نفقة مستشفيات جامعة المنصورة كل الشكر الحقيقة للجامعة وكل الشكر لكلية الطب والمستشفيات وطبعا دكتور شعراوي الف شكر حقيقي يعني اشتركوا في القناة